موسيقى ولد القارئ قاعد بشير مديرة في احدى القرى وسط جمهورية موزنبيق الافريقية وكالعديد من اقرانه من ابناء الاقلية المسلمة التحق بالمدارس الاسلامية ثم بدار العلوم الشرعية فحافظ القرآن الكريم كاملا وهو في الثالثة عشرة من عمره قبل انتقاله مع اسرته الى جنوب افريقيا لمواصلة تعليمه الثانوي ثم العودة الى بلده موزنبيق للالتحاق بالجامعة الاسلامية في عاصمتها موبوتو أنا بدأت تعليم القرآن من القرية تسمى باجون هذا يكون قرية في موزنبيق ومكان هناك يسمى زنبيزيا زنبيزيا هذا وسط طبعا موزنبيق تعلمت هناك ان هذه الكتب الابتدائية ثم بعد ذلك دخلت في المدرسة يقال دار العلوم الاسلامية والمؤسسات هذه المدرسة شيوخ موزنبيقيين ولكن تخرجوا في باكستان وحينما تخرجوا في باكستان رجوا على موزنبيقي وأسسوا مدرسة هناك وإلى الآن الحمد لله المدرسة يعني هناك مستمر وبعض الاسات إذا توفي الله يرحمهما والحمد لله أنا حفيت القرآن هناك وكنت تقريبا ابن ثلاث عشر حينما حفيت القرآن وبعدما حفيت القرآن ذهبنا إلى جنوب أفريقيا بدار العلوم زكريا هناك بجنوب أفريقيا هناك أيضا رجعت القرآن الكامل مع الشيخ عبد الرشيد توبيا هو الشيخ عبد الرشيد توبيا وفي الحال هو أيضا يحفظ الأولاد هناك في جنوب أفريقيا دار العلوم وهذه الجامعة التي تحت الشيخ سالوجي هو الرئيس تبع الجامعي هناك دار العلوم زكريا وحينما حفيت القرآن يعني رجعت القرآن بجنوب أفريقيا بدأت تعليم اللغة العربية والتعليم اللغة الأردية والإنجليزية والعلوم كلها يعني الفقح والتفسير كذا في نفس الجامعة وتخرجت الحمد لله رب العالمين 2003 بعدما تخرجت ذهبنا إلى خروج في سبيل الله يعني الدعوة والتبليغ وخرجت سنة وهذا كان 2004 ذهبنا إلى بنغلاديش والهند وباكستان هذه كان يعني الخروج في سبيل الله ثم رجعت حينما رجعت من هذا السفر كنت أول مدرس يعني في جامعة الإسلامية في المبود يقال جامعة أنس بن مالك هم الذين أعزمون يعني دعوا لحد طلبوا مني لكي أكون هناك أعلم الأولاد وحفظهم أيضا القرآن هناك يعني كنت أعلم الأولاد وحفظهم القرآن الحمد لله من 2005 إلى 2007 ثم يعني كان في حاجة للحفظ لكي يقرأ القرآن في شهر رمضان هنا في البرازيل وكان ذلك يعني شيخ يماني من برتغال كان يسكن هنا في برازيل ولاية برنا هو الذي يعني كتب هذه التسجيلات الأسئلة وأيضا طلبوا من موزنبيك لكي يرسل بعض الحفظ لكي يقرأ القرآن في شهر رمضان هنا في برازيل في موزنبيك هناك كما قلت يعني بداية في الأبجد مثلا هناك فيه هذا الترتيب تبع اللوح لأن في البادية كنا نكتب يعني الحروف الهجاء في اللوح ثم نمسعها بعدما نحفظ يعني هذا كنا إلى الآن وحينما زرت هناك إذن وجدت نفس الترتيب يعني يكتب في اللوح ثم بعد ذلك تحفظه وتمسع وتكتب الحروف الثاني الحمد لله ولكن حينما دخلت في الدار العلوم الإسلامية لأن هنا في المدينة يعني تتغيرت العحوال هنا كنا نحفظ في المصاحب في القرآن والحمد لله والترتيب لحفظ القرآن هناك يكون في الفصل تقريبا خمسة عشر نفر لكل فصل ونحفظ عند الشيخ وكان هناك الحمد لله الشيخ الذي يحفظ القرآن منه كان الشيخ عبد القادر عبد القادر الله يرحمه هو توفي الله يرحمه أول من حفظه من القرآن كان الشيخ عبد القادر وكان أيضا الشيخ داود لازم أيضا هو توفي كمان والآن الحمد لله ما زال هناك الشيخ حسن يعني لكل واحد له قرآن ليس قرآن واحد الذي كل واحد يأخذ منه القراءة ولكن نحن أولا كنا نسمع دائما لشيخ منشاوي والشيخ أيضا عبد الباصد هم القرآن يعني القرآن الذي كل طالب يريد أن يسمع صوته أيضا يأخذ صوته أيضا والقرآن تبع الحرمين الشريفين مثلا شيخ عبد الرحمن سديس وشيخ الشريم كمان كنا نسمع دائما أصواتهم والحمد لله هم الذين أعطانا يعني هذه الفرصة لكي نسمع التجويد خاصة يعني علوم التجويد كيف النطق القرآن بالتجويد كذا تعلمنا منهم كمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العشف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان سدق الله العظيم تنوعت تجربة القارة قائد بشير مديرا وتنقله بين موطنه وتعلمه اللغة العربية والأردية والأنجليزية إضافة إلى اللغة البرتغالية هذه المهارات مجتمعة شكلت لديه قدرة فريدة على التواصل مع الأقليات المسلمة وهو ما أهله للقدوم إلى البرازيل منذ العام 2007 وهو يتولى التدريس والإمامة وتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المهاجرين المسلمين في البرازيل أنا تعلمت اللغة العربية أنا دائما أقول ما زلت أتعلم اللغة العربية لأني لا أحسن كما إن شاء الله تعالى أنا دائما بس أتعلم نحن كما كان يقول أني شيخي أن الإنسان لازم أن يترف نفسه أنه طالب ولا يزال ذلك أي شخص شخصية يريد ولكن لازم أن يعرف أنه طالب العلم وأنا إذن أقول أني حينما أعيش مع أصحاب العرب مثلا أهل لبنان وأهل السورية دائما أنا أتعلم مع الشيوخ كمان ولكن بدأت التعليم اللغة العربية بجنوب أفريقيا حينما دخلت في الجامعة دار العلوم زكريا هناك كانوا أساتذتنا من باكستان والهند هم يتكلمون اللغة العربية وبالنسبة لغتهم نحن أيضا تعلمنا لغة العربية الحمد لله أنا أتكلم وأكتب كمان وأفهم جيدا لغة العربية هذا اللغة الهند في الهند وفي باكستان ومع ذلك يعني تعلمنا أيضا تعلمت اللغة العربية لأن الكتب يعني الكتب الفقه وكتب التفسير كلها باللغة العربية إذن كان لازم أن نتعلم اللغة العربية حتى نفع ما في الكتب والبلد جنوب أفريقيا أيضا هناك اللغة الرسمية هناك اللغة الإنجليزي وتعلمت كمان اللغة الإنجليز هناك ولغتي في موزنبيك لغة برزن لغة برتغيس وجئت مع اللغة برتغيس وإذا أقول أن الحمد لله يعني تعلمت أربع لغات في نفس الوقت في نفس الوقت هذا فضل من الله سبحانه وتعالى جئت لبرازيل سنة 2007 أنا كنت أدرس في الجامعة أنس بن مالك جامعة أنس بن مالك هذا يكون في مبوت عاصمة موزنبيك كنت أدرس هناك وحفظ الأولاد هناك يعني القرآن الكريم حينما يعني طلبوا هنا في برزيل لأن كان حاجة لبعض الحفاظ اللي يقرأوا القرآن في شهر رمضان وطلبوا مننا هناك في موزنبيك بالنسبة للغة لأن لغة البرازيل هنا واللغتنا أيضا موزنبيك نفس اللغة برتغيس وأحسن لهم لكي يعني كثير من الناس يفهموا ماذا يقولوا يكون هذه العلاقة إذن يطلبون من موزنبيك لأن في موزنبيك فيه معاهد للتحفيظ القرآن وكثير من المآحد الحمد لله رب العالمين وجئت هنا في إلى برنا في جامعة هناك جامعة فيصل وهذا يكون في لندرينا أول ما جئت هنا في البرازيل الحمد لله يعني ذهبت إلى هذا المكان لندرينا وقرأنا القرآن هناك في شهر رمضان يعني لم تكن يعني قراءة مثل القرآن لا ولكن مرتل يعني ترتيل يعني للصلوات الترويح وبعدما انتهينا شهر رمضان قالوا أن فيه مسجد هناك أيضا في نفس يعني في في نفس الولاية في مسجد كانت تقريبا مسكر يعني مغلق مغلق ليش؟ لأن لم يكن فيه عالم لم يكن فيه شيخ إذن طلبوا مني لكي أشوف هذا الجامع هل يمكن لي أن أكون هناك حتى يعني يعني نحافظ المسجد وندرع الناس لكي نبدأ بالتجديد هذا المسجد والحمد لله حينما زرت هذا الجامع إلى الآن الجامعة يسمى جامعة برنبي مسجد السلام ذهبنا إلى هناك وكنت الحمد لله إمام هناك تقريبا بستة سنوات وبعدما وكنت أيضا أدرس الأولاد في نفس المسجد الحمد لله بعض الأولاد بدأوا يخرؤون القرآن كذا وأباهم يعني هذا كان السبب لكثير من المسلمين هناك يعني حتى اجتمعوا كثير منهم وبدأوا يصلون هناك وبدأوا يعني يأتون بالأولاد وكننا أيضا ندرس الأولاد القرآن ندرسهم المدرسة عندنا مدرسة كان قبل ابن سينة كان مسجد طريق الإيمان أما هذا المسجد نقول يعني أسسوها الجالية يعني أكثرهم من لبنان بل كلهم نقول لأن قبل ذلك يعني بعض المسلمون كانوا أكثر بعض منهم إذا كنا مثلا من فلسطين وفي السورية كانوا يعيشون في يعني في مكان مختلفة وهنا في جنوب تبع سنباول كانوا أكثر من لبنان هم الذين أسسوا نقول الآن يعني في الجالية نحن نقول الآن لأن هذا الجامع أسست بألف وتسعمائة وواحد وسبعين واحد وسبعين أسسوا المسلمون الذين جاءوا من من لبنان نفعل في كثير من الأمور مثلا التدريد عندنا مدرسة الإسلامية هنا ابن سينة وعندنا أيضا بعض الأولاد ندرسهم أيضا يوم السبت خاصة يوم السبت لأن المدرسة يستمر كل يوم يعني الأسبوع أما عندنا أيضا خاصة يوم السبت نعلمهم من القرآن لأن بعض الأولاد لا يستطيعون أن ياتوا خلال الأسبوع هنا ولذا نجمعهم يوم السبت وندرسهم القرآن يوم السبت أما الجالية الجميعية عندهم بعض الأمور مثلا الدروس الشيخيات الدرس خلال الأسبوع يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء ويوم الخميس يوم الثلاثاء عندنا الدروس الدينية مختلفة أحيانا يكون سيرة وأحيانا يكون فقه وأحيانا يكون أي أمور حتى يستفيد الناس وكما تعرفون في الناس يأتون خلال خمس سلوات يصلون هنا خمس سلوات ولكل سلاة له درس الحمد لله رب العالمين أقرأكم شيئا إن شاء الله تعالى من بعض سورة القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يسلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين بالنسبة شهر رمضان هنا نقول لكل سنة نرى يعني ترق الإسلام هنا في البرازيل خاصة لأن كل سنة في كثير من المسلمين يعني يأتون لسلوات الخمس ويأتون أيضا لسلوات التراويح خاصة ونرى أيضا فيه كثير من البرنامج يعني في المساجد مثل إيه الحمد لله عندنا القراء الجالية مثلا يأتون بالقراء من مصر ويقرؤون القرآن بعد سلوات التراويح وأيضا فيه هذا عند الإفطار عند الإفطار هنا لكل جالية له مساحا كبيرا الذي الناس يفترون هناك يأكلون هناك يعني بعض الإفطار وهذه نقول والحمد لله رب العالمين الآن الإسلام ينتشر كثير هنا في البرازيل وأيضا نقول أن كثير من البرازيليين يأتون لكي يتعلموا يتعلموا الإسلام معنى الإسلام لأن كان وقتا كان زمنا الناس ما كانوا يعرفون ما الإسلام حتى بعض الناس حينما يمرون هنا كان يقول هذه بس كأنه كنيسة للترك أهل التركية وما كان يعرفون ما الفرق بين الإسلام وبيننا وبين الأديان الأخر والحمد لله الآن عندنا بعض الكتب والاتحاد مثلا عندنا الاتحاد هنا في البراز التي توزي الكتب توزي الكتب مجانا ونأخذنا هذا الكتب ونوزي هذا عند المحتاجين الذين يريدون أن يعرفوا الإسلام نحن نعلمهم ونستقبلهم كثير أيضا الطلاب من الجامعة وبعض أيضا الناس يأتون هنا حتى يتعرفوا الإسلام نستقبلهم هنا وأيضا الحمد لله رب العالمين هذه الأمور التي نفعل في شهر رمضان وفي خارج شهر رمضان كمان الحمد لله رب العالمين لمتابعة المزيد الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات